وسط غياب نصف القادة العربي وتمثيل ضعيف من بعض الدول الأوروبية انطلقت أعمال القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية 28 مسؤولا أوروبيا بين رئيس ورئيس حكومة ووزير خارجية يشاركون في القمة التي تعد الأولى من نوعها بين العربي وأوروبا والتي ترفع شعار الاستثمار في الاستقرار وهو شعار الذي يراه محللون تعبيرا عن قلق النظام العربي من تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي في بعض الدول العربية كما يعكس رغبة النظام العربي في تغاضي أوروبي عن بعض الملفات العربية الشائكة لا سيما المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المشاركون في القمة سينقشون على مدار يومين تعزيز شركة العربية الأوروبية وسبول التعامل المشترك مع التحديات العالمية وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير شرعية حيث أكد رئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة أن خطر الإرهاب بات مستشريا في العالم كالوباء الأمر الذي يستدعي التعاون بين جميع والوقوف صفا واحدا ضد هذا الوباء بحسب وصف السيسي من جانبه أكد رئيس المنفوضية الأوروبية جان كلو دونكر أن جانبين العربي والأوربي بحاجة إلى بناء علاقات تقوم على التعاون رغم وجود اختلافات في وجهة نظر بشأن بعض القضايا أما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز فقد طالب بوقف دولي مواحد لوقف تدخلات إيران السافر في شؤون الدول وهو موقف دعمه الأمين العام لجامعة الدول العربية مؤكدا أن الدول الأوروبية تؤيد كبح جماح تدخلات الإيرانية في المنطقة وما بين مطالبات وتأكيدات من جانب المشاركين في القمة يرى مراقبون أن البيانة الختامية ربما لن يخرج بوعود متبادلة بالتعاون في مواجهة الإرهاب بغض الطرف عن اختلاف الرؤى بشأنه ناهيك عن وعود أخرى تتعلق بالتصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة لكنه كما يرى هؤلاء خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات ورسم سياسات مشتركة في ملفات صارت تؤرق دول العالم